بداية على جلسة اليوم التباين كان سيد موقف في نهاية جلسة التداول لبداية هذا الأسبوع لكن الملفت يمكن هو عودة الأجانب للدخول على القطاع العقاري هل من تفسير معين بالدخول مجددا إلى هذا القطاع من قبلهم؟ أتصور أن يمكن القول أنه من المبكة جدا تحليل هذا الموضوع ولكن هناك إرحاستين يجب أن يتم إضحهم النقطة الأولى هي أن نختلع قراراتها عادة ما بيكون في نهاية القطاعات التي يتم التأكيز عليها خاصة أنها من القطاعات التي تحتاج إلى دورة رأس المال متوسطة فعادة بيكون التأكيز على هذا القطاع من جانب المسلمين الأجانب دائما ما بيكون متأخرا وليس في المراحل الأولى في هذا الموضوع ولكن الأمر بالتأكيد خلال هذه الفترة أتصوره أنه مرتبط بشكل رئيسي بقرب استقارة الأوضاع السياسية خلال الفترة المقبلة ولكن المحرك الأساسي لم يكن هو هذا العامل ولكن من وجه نظري كان متبطا بشكل أكثر رئيسي بمسألة أن هناك شكل من أشكال الفرص الاسمية بدأ يظهر في هذا القطاع خلال العام الماضي بتحليل أداء لمعظم القطاعات المالية التي أفصحت عن مؤشرات تاج أعمالها السنوية أتصور أن القطاع الذي كان يحتل صدارة القطاعات الأكثر تحسنا لأن عام 2013 في المؤشرات المالية كان قطاع العقارات ثم يتلوه بعد ذلك قطاع البنوكة الذي لازل مستمرا فيه الأداء الإيجابي ولكن قطاع العقارات بالفعل استفاد كثيرا خلال الفترة الماضية بيع القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية لحل منازعات الاستثمار التي كانت موجودة استفاد بشكل قوي بالدعم الحكومي لقطاع الإسكان استفاد بشكل كبير باستقرار الأوضاع النسبيا مما أتاح العدد كبير من الشركات الإصراع في تنفيذ مشروعاتها هذا الأمر بالتأكيد أضاف بشكل كبير خلال هذه الفترة نوع من أنواع الزخم لهذا القطاع أتصور أن اهتمام الأجانب به جاء متأخرين ولكن نتمنى فقط أن تكون الفترة المقبلة هناك اهتمام مماثل بعد كبير من القطاعات الأخرى التي نتمنى أن يكون بها بعض من الإيجابية في التعامل مثل ما هو الحال في اختلاقها يمكن شفنا تم تنفيذ أكثر من صفقة أستاذ محسن لنقل الملكية وكان شفنا تراجعات على المؤشرات خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعملية النقل الملكية ما هي الخطوات اليوم برأيك التي يمكن أن تتخذها البورصة يعني لوقف هذا التراجع بالمؤشرات نتيجة لهذه العمليات ونقل الملكيات هي خطوة وحيدة يجب أن تتمها بشكل سريع جدا وبالفعل اعتمد مجلس دارة البورصة منذ فترة وتم الإفساح عن ذلك عن طريق البيانات الصحفية لتفصل حلنا أدارة البورصة المصرية وننترقى فقط القرارة المتعلقة بالهل عمل رقاب مالية في هذا الشأن وهو مسألة ما يطلق عليه اسم آلية النقل الملكية أو آلية الصفقات الكبرى المصطلح عليها بلوك تريدن هي آلية بتتم في شكل صفقات خاصة بتتم خارج وقت التداول لا تؤسف في أسعار الإقفال لا تؤسف في المؤشرات السعرية لا تؤسف في أي شيء وتتيح بشكل كامل تنفيذ مثل هذه الصفقات دون أن تؤسع على عمليات المتاجرات التقليدية التي تتم هذا الأمر كان من المفترض أو نتمنى أن يتم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة خاصة أن هذه الآلية متبعة في أغلب الأسواق العالمية وبلو حتى العربية وهو أمر بيساهم بشكل كبير في انتصاص أي ضغوط استثنائية بتتم داخل السوق ولا يتيح أن تتم مثل هذه الصفقات العادة ما بيتم تنفيذها وفقا للشروط ومعايير وضوابط مختلفة تنمن عن آليات التداول التقليدية فمي يجب أن يتم فصلها عن العمليات التي تتم داخل البورصة خلال هذه الفترة وأن تكون لك بعضا من الإفساحات المتعلقة بها خلال هذه الفترات خاصة في المرحلة اللاحقة بحيث يتم الإفساح بشكل كامل عن مهية المشتري ومهية البيع والسعر الذي تم التنفيذ عليه وأن يتم التنفيذ من طاقة الحدود السعية التي تتم داخل الجلسة هذه الأمور بتأكيد كلها من شأنها أنها تضمن حسن سيع التداولات داخل البورصة المصرية وأن يتتاع خلال هذه الفترة مزيدا من الأداء الأكثر إيجابية خلال الوقت الحالي إلى جانب الإفساح كنا شفنا إصدارات قواعد العضوية أستاذ محسن بالنسبة للبورصة المصرية والتي تم الإعلام عنها ما مدى تأثيرها اليوم على السوق؟ ما رأيك أيضا بهذه القواعد التي أقرت؟ هي بشكل عام هذه القواعد أصدر أول مسودة لها في نهاية شهر فباري الماضي وتم أخذ جلسات كاسية مع عدد كبير من الجمعيات والعاملين والفاعلين في السوق وتم الأخذ بأراء كاسية متعلقة بتعديلاتهم التي اخترحت على هذا الأمر ثم تم رفع الأمر إلى العمل للقاب مالية التي وضعت وجهة نظرها أيضا في هذا الملف ولكن في النهاية تم إكمال هذه القواعد أتصور أنها علاجت عددا من المشكلات سمحت بأن يكون هناك تعاقد بيتم بين إدارة البورصة والجهة العضو ونظمت عدد كبير من الملفات خاصة الملفات التي لم تكن قد نوزمت من قبل مثل عمليات المتعاملين الرئاسيين وصانع السوق والملفات المتعلقة أيضا بأمناء الحفظ داخل البورصة المصرية راعد بشكل كبير أن يكون هناك بعض من التدارب في العقوبات عند المخالفة نظمت عددا إضافيا من الملاحق في هذه القواعد بالإضافة أيضا إلى أنها وضعت بعض من الأمور الإضافية كحقوق للجهات العضوى داخل البورصة المصرية نظمت لأول مرة إلكترونية بالنسبة لها التبادل المساندات ما بين البورصة المصرية وما بين الجهات العضو نظمت شكلا جديدا بالنسبة للجنة العضوية داخل البورصة المصرية أمور أتصور لها أمور هيكلية وتنظيمية ولكن أتمنى فقط أن يكون هناك مزيدا من الإصراع بتعديلات أكثر جزرية خلال الفترة المقبلة حتى يشعر رجل الشاعر العادي والمساسم الطبيعي بهذه الأمور بتأكيد العمليات التعديلية التي تمت خلال الفترة الماضية كانت هامة جدا وجعلت البورصة المصرية تتبوى يعني مرتبة جيدة في التعديلات الشرعية خلال الفترة الماضية ولكن نتمنى أن تكون هناك مزيدا من الإصلاحات ومزيدا من التطوية خلال الفترة القديمة نتحدث اليوم يمكن الخيار الأفضل من قبل المسؤولين خصوصا بالبورصة أستاذ محسن بأن عملية الإدراج المزدوج ما بين البورصة المصرية وبين البورصات العربية الأخرى هو الخيار الأفضل حاليا من إنشاء بورصة عربية نتحدث عن الإدراج المزدوج يعني ما هي متطلبات نجاح مثل هذه الإدراجات اليوم داخل السوق المصري برأيك أربعة أشياء يجب أنها تتم معالجتها بشكل عاجل جدا فقد قطعت شوطا طويلا في مناقشات مماثلة مع دول خليجية وخلافه في هذا الأمر وكان هناك بالفعل تجربة خليجية سابقا بإصدار القواعد الموحدة لإدراج في مسواد أولى وكان بيتم مناقشتها في نطاق واسع خلال الفترة الماضية الأمور حتى الآن تستلزم أربعة أشياء أن تعدل بشكل كبير أو أن تكونك توفق فيها أولا معي المحاسبة التي يتم استخدامها ما بين الأسواق العربية بعضها البعض العنصر الآخر هي القواعد المتعلقة بها الإدراج فهي تحتاج الآن إلى بعض من الضبط فيه اللي كانت تكون مقاربة بشكل ما بين الأسواق بعضها وبعض التعديلات المتعلقة بها قواعد الإفصاح والشفاف في بعض الأسواق هي مشددة وفي بعض آخر هي ليست بالنفس هذه الدرجة من الشدة العنصر الرابع هي المسألة المتعلقة بمسألة البورصة الأصلية لعمليات القيد ومسألة التنظيمات التي قد تكون موجودة في بعض الأسواق وفي أسواق أخرى لمصر تجربة شهية خلال أيام الماضية لواحدة من الشركات المصرية المدرجة في بورصة المصرية وبورصة الكويت مصر كانت تطبق أليل تداول حق الاكتتاب وفي البورصة الكويتية لا تطبق مثل هذه الألية فكان أمرا يسبب في بعضا من المشكلات حتى لحملة الأسهم أمور تستلزم فقط هذا الاتجاه بالإضافة أيضا إلى الإصراع بتفعيل اتفاقية التقاصر العربية المؤحدة حتى يكون هناك ألية أسرع عليها عمليات نقل ملكية ما بين الأسواق العربية بعضها البعض وتحويل الأسهم بعضها البعض خلال هذه الفترة أستاذ محسن عاد العضو المنتدب لشركة بيونيرز لتداول الصناديق الاستثمار شكرا جزيلا لك